قررت المملكة المغربية لاستدعاء الفوري لسفرها بهولندا قصد التشاور حسب ما أردت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عبر بلاغ الله وأوضحت الوزارة عبر نفس البلاغ أنه جرت خلال اليومين الماضيين اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجي على التوالي اتصالات تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصن المغربي مقيم في هولندا وحسب نفس البلاء فقد تم مد السلطات الهولندية منذ عدة أشهر بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويله وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب مسجلا أن المغرب مفاتيه تعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات لن يسمح بأن يعمل مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده على إعادة خلق ظروف مرائمة لأنشطته الإجرامية وذكر المصدر ذاته أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاترابات وتابع البلاغ أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات خاصة السياسية والديبلوماسية الضرورية وفي هذا الصدد قررت المملكة المغرب استدعاء سفير المملكة بلاهاي للتشاور وستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطورات هذا الملاف